عقد صباح اليوم وزير البيئة والصيد أحمد أمبدو محمد مؤتمر صحفي ينتحدث فيه أن الهدف من زيارته لدولة جنوب أفريقيا حضر المؤتمر الصحفي العديد من وسائل الإعلام العامة والخاصة الزميل آدم حنف فاضي لديه المزيد من التفاصيل يأتي هذا المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير البيئة والصيد أحمد أمبدو محمد وذلك بهدف توضيح أهداف زيارته إلى دولة جنوب أفريقيا والتي طالت فترتها من السابع إلى الثاني عشر من أكتوبر الجاري مؤتمر نعت فيه الوزير واصفا إن من أبرز أهداف زيارته اتفاقيات عديدة تم توقيعها في عاصمة جنوب أفريقيا جونازبر وخاصة اتفاقية جلب وحيد القرن الذي عدم عن البلاد لفترة طويلة وذلك بسبب الحروبات التي عاشتها البلاد الحيوان وحيد القرن ما يعرف محليا بأبقرن حيث أشار الوزير في حديثه بأن هذه الاتفاقية التي تسعى إلى جلب وحيد القرن إلى البلاد وهي مبادرة من قبل رئيس الجمهورية إدريس دابي إتنو مع نظيره رئيس جنوب إفريقيا جاكوب زومة في وقت مضى كما شهد المؤتمر مداخلات عدة من قبل الصحفيين تهدف إلى توضيح بيان أكثر حول أهداف التنمية والحرص على سلامة الصيد وتوعية المواطنين حول أهميته ورد عليها الوزير بكل شفافية ووضوح ضمن الأنشطة الشهرية التي يقوم بها أعضاء المنبر القانوني فقد نظم المنبر محاضرة بعنوان النيابة العامة ودورها بالمركز الوطني للبحوث والتنمية بحضور عدد من القضاء والعملين بالقطاع القانوني تقرير محمود مسلفيل ضمن البرامج والأنشطة التي ينظمها أعضاء المنبر القانوني بالبلاد وخلال الأنشطة الشهرية للمنبر فقد نظمت هذه المرة محاضرة بعنوان النيابة العامة تشكلها واختصاصاتها وأدوارها التي أحياها المحاضر المدعي العام لدى المحكمة العليا والمحكمة العليا للعدل المستشار عثمان سليمان هارون والذي تطرق في محاضرته إلى دور الإدعاء العام والنيابة العامة وأن دور المدعي العام هو العمل على تطبيق القانون وتنفيذ الأحكام وكذا الدفاع عن المجتمع بعاداته وتقاليده فضلا عن متابعة الأحداث الاجتماعية وتفسير القوانين الإدعاء العام بصفة عامة يعتبر مؤسسة أساسية يعطي نكهة القوة للنظام القضائي في المجتمع وينزم عمل هذا النظام القضائي يعتبر الإدعاء العام منقذ للصالح العام في المجتمع هذا وقد تناول المحاضر أيضا كيفية التعامل المدعي مع الشرطة القضائية والدور الرياضي للنيابة العامة التي تعتبر العمود الفقري في كل المحاكم بالإضافة إلى تحسين أوضاء القضاة مما يسهم في تقدم العمل القضائي بالبلاد وذلك الاستدباب الأمن بجميع ربوع العقاليم لأجل تحقيق الهداف المنشودة في هذا المجال وفي نهاية المحاضرة تداخل عدد من الحضور بأسئلة واستفسارات جلها تتمحور حول الإدعاء العام والنيابة العامة وفق النظم والمواد الأساسية للقانون المعمول بها في البلاد وقد رد عليها المحاضر بكل وضوح شهدت الدائرة الرابعة مناسبة حفل تخريج الدفع السادسة عشر لمسعفي الدرك والشرطة بصليب الأحمر حيث تخللت المناسبة العديد من الفقرات ركزت جلها على أهمية العمل التطوعي وقد قدم كلمة الخرجين المتخرج صادق سليمان آدم الذي أشاد بجهود المدربين وما قدموه من معلومات حتى وصلوا إلى هذا المستوى شاكراً أعضاء المكتب الفرعي للصليب الأحمر بالدائرة الرابعة كما شكر أيضاً أعضاء المكتب الفرعي للصليب الأحمر بالدائرة الرابعة لوقوفهم ومسانتهم المناسب حضرها عمدة بلدية الرابعة وبرلمان الدائرة بجانب أعضاء اللجنة الفنية للصليب الأحمر أيضاً نظمت مساء أمس وزارة الثقافة والتنمية السياحية الاحتفال بالذكرى الخامسة والعشرين لليوم العالمي لمكافحة الفقر الذي يصادف السابع عشر من شهر أكتوبر من كل عام وذلك بالتعاون مع برنامج المتحدة للتنمية بنيد الذي جاء تحت الشعار لنجيب على نداء السابع عشر من أكتوبر من أجل وضع نهاية للفقر واتجاه نحو مجتمع متسامح